بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان خليونا نبتدي الحلقة وإحنا عارفين حلقة دي حلقة السنة الجديدة بداية السنة الجديدة وأنا بقول لكم كل سنة ونطيبين سنة مليانة بركة ونور وفضل ونعمة لكن أبتدي معاكم بحاجة لازم نتكلم عنها من الأشياء اللي حصلت لنا في حياتنا بسبب التدين الكمي حاجات كتيرة جدا جدا تتعلق بتربيت أولادنا وإحنا في الحقيقة مش هينفع أن احنا نتغاضع عنها لأن هم هذه المعاني اللي وضعوها في حياة الناس بتعقهم وبتخليهم دايما عندهم حالة من حالات التحديات الموهومة اللي ملهاش لازمة زي بالضبط مسألة التهنئة على السنة الجديدة كمان في حاجات تتعلق بأولادنا وفي تربيتهم ففي ختم سنة وبداية سنة جديدة بيحب ناس كتيرة ومنهم أولادنا أن هم يحتفلوا بدخول السنة الجديدة في ناس بقى من الأهالي اللي وصل لهم التدين الكمي بيعلموا أولادهم أن مجرد الفرح بالسنة الجديدة حرام الفرح اللي مفوش ارتكاب اسم ومفوش صخب يؤذي الناس ده بيقولوا له ما ليه حرام فهل فعلا الفرح بالسنة الجديدة حرام؟ لا الفرح بالسنة الجديدة والفرح بكل شيء جديد عبادة الفرح بالسنة الجديدة ممكن يكون عبادة ومن أجمل وأجل العبادات لنفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى شكر النعمة ربنا لأن الله سبحانه وتعالى قال وَلَإِنْ شَكَرْتُمْ الْأَزِيدَنَّكُمْ طب فين النعمة؟ شوف كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ومن رحمتي عمل إيه سبحانه وتعالى؟ جعل لكم الليلة والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم ولعلكم تشكرون السنة الجديدة هي هتيجي السنة الجديدة هيجي الزمن من تولي الليل والنهار وعشان كده بقى مسألة السنة الجديدة مرتبطة بنعمة إن احنا نشكر الله على نعمة الزمان هذه نعمة من أجل النعم في حياة الناس ففي عبادة يا سادة منسية محتاجين نحييها في القلوب وقلوب أولادنا بالذات أولادنا بالذات عبادة علمناها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبادة الفرح بالنعمة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعشان كده الله سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل الليل والنهار يبقى إذن دي نعمة نعمة محتاجين أن نحن نفرح بيها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يبقى مين لأمرنا أن نحن نفرح بالنعم مولانا سبحانه وتعالى يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان أكد لنا ده وقدم لنا مذكرة تفسيرية وشرح لنا ده لما كان حضرته بيسوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرا لله على نعمة ميلاده صلى الله عليه وسلم واحتفالا بيوم مولدي الشريف فلما سؤل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعست فيه وأنزل علي القرآن فيه فاحنا لما بنفرح في بداية السنة الجديدة بيكون نيتنا إن إحنا نشكر ربنا على سنة عدت والحمد لله عدت وربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها وده مرة تانية يعني نتكلم معانا إحنا الكبار بقى في تربيتنا إحنا في تأسيسنا إحنا إزاي نتكلم على إن إحنا إزاي نتربى على إن الزمن نعمة وإن السنة الجديدة دي نعمة فإحنا بنشكر ربنا على إن سنة مرت بنعم كتير وسنة جاية بنعم أكتر وعشان كده بنتوجه إليه سبحانه وتعالى وبندعيه بقلب جوه يقين إنه يجعل السنة الجديدة مليانة بالخير والنور ووسع فدي عبادة ومن أكتر الأوقات اللي ممكن نعلم فيها أولادنا قد إيه ربنا بيحبهم هو وقت الفرح بنعمة السنة الجديدة إيه ده أنتم مش هتقولون إن السنة الجديدة دي دي عب لا 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 نعمة لأن البدايات يا سيدي بتبقى مليانة بأنوار الله سبحانه وتعالى لو سمحتوا بركزوا معايا عشان أولادنا محتاجين حياتهم تبقى أحلى من كده وأفضل من كده وأكثر وعيا من كده يجي بعد ما نتراكم الأشياء في حياة الأولادنا نجي بعد كده نقول أولادنا طلعين معقدين ليه وعشان كده نعمة البدايات وبداية السنة الجديدة دي نعمة النعمة ليه لأنها حديثة تعادم بربها فمن سنن الله في البدايات إن هي بتبقى مشحونة بالنعم زي نعمة وعشان كده لازم نقابل النعمة دي بعبادة الأمل وشكر الله على نعمة السنة الجديدة فتلاقي إلوبنا بيملاها الهمة لما نحس إن فيه مدد من ربنا يحصل لنا تلات أربع حاجات كده ويحصل لأولادنا هذا الشعور لما يحس إن السنة الجديدة دي نعمة وهو هيشكرها يحس بالهمة والنشاط ويستبشره إن اللي جاي مليان بالخير والود ويبقى سهل عليهم إن هم يعيشوا حياتهم أفضل من كده يبقى النشاط ويستبشره إن اللي جاي مليان بالخير والود ويبقى سهل إننا ندي ظهرنا للماضي بأوجاعه مش ندي ظهرنا نقول إن الأوجاع دي كانت اختبار وتعلمنا منه الدرس فنقفل ونتخلص من الأوجاع ومن المخاوف ونستقبل عهد جديد وإحنا متيقنين إننا في كنفر ورحمة ربنا سبحانه وتعالى وزي نعمة التعرف على الله والرضى سبحانه وتعالى والرضى به سبحانه وتعالى لما بنرجع السنة اللي فاتت ونحس قد إيه كانت مليانة بأرطاف الله ووده وتوفيقه نقل إن الأحداث الصعبة كانت نعمة لإنها خرجت أجمل ما فينا فتعلمنا التسليم والرضى والثبات ونعمة العباة الجديدة اللي ربنا بيدهاننا في السنة الجديدة في كل بداية سنة جديدة الإنسان فينا بيحس كأنه صابح عارفين صابح يعني إيه؟ تحس كده وكأنه عامل زي الزرع المسقي صابح كده ومورد بيحس إنه مولود جديد برزق جديد فبيعيش بنفس جديدة وبقلب سليم لو إنه هو حس بمقدار هذه النعمة وحتى لو كانت النعمة مكررة إزاي بقى نحتفل مع أولادنا بالسنة الجديدة؟ إزاي نفرح مع أولادنا بنعمة البدايات؟ أول حاجة لازم نعلم أولادنا إنه هم يتخلصوا من أعباء المخاوف وأعباء الماضي بإيه؟ بإنه إحنا نتوب عن معصية عن المعصية ونتوب عن أهم معصية من المعاصي اللي عندنا معصية إيه؟ استصغار النعمة فتوبوا إلى الله أيها الأباء من معصية إن إنتوا تعلموا أولادكم استصغار النعمة وإنتوا نفسكم بطلوا استصغار النعمة واحد عنده كل غريق في النعمة فيقولك فين بقى؟ ربنا ما تدنيش أنا منتظر يعني منتظر الفرج واللي إنت فيه ده إيه؟ ده بعض الناس بيظلوا بالأربعين سنة يشكروا ربنا على نعمة الكلام أو نعمة السمع أو نعمة البصر أو نعمة الإحساس أو نعمة الشم وإحنا عندنا درس كبير جدا جدا نتعلمناه في كورونا بلاش تدخلوا السنة الجديدة وقلوبكم مليانة بالمخاوف والأوجاع بلاش تورسوا بلاش سألوني ما أسوأ ميراث أن تورسوا أولادكم المخاوف بلاش تربوا أولادكم المخاوف ادخلوا السنة الجديدة مع أولادكم وإنتوا محسنين الظن بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى على اللسان الرحمة المهدى قال لكم أنا عند ظن عبدي به فظنوا بالله سبحانه وتعالى فتوبوا عن سوء الظن وتوبوا عن استصغار النعم تاني حاجة أعلموا أولادكم استثمار البدايات مين اللي علمنا استثمار البدايات يعني استثمار البدايات إن البداية دي لازم نوسع النفع بيها وكمان نجعل ثمرتها ونجعل الخير اللي في البداية ده يستمر معانا بقدر الإمكان مين اللي علمنا هذه المهارة ومين علمنا هذه العبادة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت تأتي أوائل استثمار اللي احنا بنسميها البشاير كان يضع على فمه وفي رواية عند ابن عساكر ويضع على عيني الرواية الأساسية عند الإمام مست ويضع على عيني لأنه شايف فيها نور إن هي إيه حديثة عهد من بربها ولذلك قال كده وكان يعطيها لأصغر طفل في المجلس ليه طيب عشان تستمر للمستقبل وكأن حضرة النبي بيقول لنا استثمروا نعمة البدايات في المستقبل فالطفل رمز المستقبل وعلشان كده بنعلم أولادنا إن هما يتخلصوا من هما وصغيرين إن هما يستثمروا النعمة معنا استثمروا النعمة واغتنامها عشان يتخلصوا من كل أوهامه لما بنعلمهم إن كل يوم ييجي علينا يوم جديد لازم نفكر نفكر بشدة إزاي اليوم دوت بنوره يفضل نوره مستمر في حياتنا ولازم نفتكر معنا البداية وإحنا بيجي إنا كل يوم ونسمع صوت اليوم وهو بيبتق بينادينا وينادي علينا ويقول لنا أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني إزاي نغتنم البدايات مثلا إننا ننو نتخلص من عادة من عاداتنا السيئة أو ننو إننا نتعلم كل حاجة في كل يوم حاجة جديدة فنتعلم شيء نافع في مهنتنا في مدرستنا في بيتنا في علاقتنا وما تخافوش على أولادكم إن المعارف تزيد عليهم هم مقلوبهم مفتوحة ويحبوا السرور تالت حاجة تكلموا أولادكم عن عبادة الأحلام الكبيرة علموا أولادكم إن يكون عندهم أحلام كبيرة ويكتبوها وتفضل عندهم وعلموا إن الدفتر دوت هو دفتر حسن الظن بالله وإن الأحلام الكبيرة من حسن الإيمان دايما أنا بقول لأولادي وأعلمهم حك ما أنا بحبها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة بعض الناس من الحاجات الملحة اللي حصلت لي واحد قال لي والحديث ده ما روامين الحديث ده مجموع كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي حكمة جمعناها من أنوار حضرة النبي إن من علامات صدق الإيمان أن يحلم الإنسان أحلاما كبيرة لأنه عبده الكبير وساعدوا أولادكم إنهم يخططوا الأحلام من دلوقتي وحطوا خطوات واعملوا أعمال صغيرة توصلكم للحصول على نتائج باهرة في الأحلام الكبيرة رابع حاجة مش لازم الماضي نقفله وإحنا زعلين منه ونقفله وإحنا كرهينه لا تعالوا نعمل حاجة مهمة قوي علموا أولادكم صناعة الزكرات ذكرة حلوة في بداية السنة إزاي إن كل واحد في البيت يكتب لكل حد رسالة فيها محبة أو امتنانة على حاجة حصلت في السنة اللي فاتت وتقدير النعمة وجوده في حياته أو إنكم تكلموا أحد بقى لكم كتير ما بتكلمهوش أو سيدة رحم صناعة الزكريات يا سادة صناعة من أجل الصناعات هي دي الصناعة اللي بتجدد حياة الإنسان وتبنيه وعشان كده هو معنى وقيمة وعمل جليل وجميل بيخلينا نفرح بنعمة ربنا في كل وقت وحين هو دوة أحد التطبيقات الجليلة لقوله تعالى ويذكرهم بأيام الله خامس حاجة راعوا حقوق الإخوة من تمام الأدب يعني خلوهم يتعلموا إزاي يكونوا على تمام الأدب مع بعض وإحنا بنفرح بنعمة ربنا علينا وإحنا بنشكره على نعمته إن إحنا نراعي حقوق إخواتنا حق إيجار المريض أو لو كان عنده مشكلة فأرعي نراعي حقوق إخواتنا في فلسطين في استمرار الدعم والدعاء ليهم إن ربنا يفرج عنهم وينتقم من الصهاينة أعدقهم وأعدقنا نعمل بها إيه من الإجراءات نفرح بها أولادنا بنعمة السنة الجديدة أول حاجة يا سيدي أمال دا كان إيه دا كان منهجنا في الفرح بالبدايات ممكن بقى في الإجراءات اللي إحنا نعملها ممكن كل فرد من أفراد الأسرة يشارك الأسرة هدف أو نية أو رغبة من رغباته في السنة الجديدة يشاركه أنت نيتك إيه السنة الجديدة والله أنا نيتي إن أنا أبطل إن أنا أكون حساس والله أنا نيتي في السنة الجديدة إن أنا أتعلم إن أنا أكتب كتابة باللغة العربية كويسة والله أنا نيتي إن أنا أراضيكم شوي والله أنا نيتي إن أنا أعود معكم وأفرح بجلوسي معكم نشارك بعض نعمل مجلس كده مع بعض ونشارك بعض النيات الجديدة دي سنة من أفضل السنن حضرت النبي كان يعمل كده يسأل الصحابة عن أعمالهم وكمان أنتوا كمان لازم تعودوا بعض وتكونوا عاوناً لبعض على الطاعة وتعاونوا على البر والتقوه فتبقى جلس التعاون على البر والتقوه الحاجة اللي جرأت تاني ويبقى جرأ في غاية اللطف نعمل عمل يدخل السعادة على قلب حد إيه اللي حاصل؟ أنا عارف أنه كان محتاج أنه ألم سنه تخين فجبله الألم واجبهوله كده مفاجأ يا سلام يفرح بيه قوي قوي ويرتبط أنه ده حصل في أول السنة وتبقى مفاجأة لطيفة ووفرحه ثالث حاجة نخصص وقت للامتنان كل واحد فينا يمتنى لكل فرد من أفراده لأسرة الأخ يمتنى لأخوه يقول له والله أنت مش عارف فيه ناس كتير من غير إخوات أنت وجودك في حياتي ما خليني حاسس بأنه لليه سند ولليه ظهر أنا أحبك قوي ونفس الكلام تعمله لأخت مع أختها ونفس الكلام يعمله لأب مع ابنه ونفس الكلام يعمله لأبن مع والدته الأسرة كلها يمتنوا ويا سلام له وكمان يمتنوا لأحبابهم كمان من العائلة وكمان من الأصدقاء رابع حاجة نعمل مجلس للصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان السنة تتنور وتبقى مليانة بالبركة فكريل لما كان سيدنا الإمام علي بيدعي في أول الدعاء ويدعي في أخر الدعاء ويصلى على حضرة النبي في أول الدعاء ويصلى على حضرة النبي في أخر الدعاء فلما سألوه قال الله سبحانه وتعالى مش ممكن يقبل أول الدعاء وآخر الدعاء ثم ما يقبلش ما بينهما وعشان كده نعمل كده وخامس حاجة ندعي الله سبحانه وتعالى يجعل السنة الجديدة مليانة بالبركة والنور وممكن نقول الدعاء ده فاللهم اجعل عامنا الجديد أنور الأعوام في حياتنا وأن يكون باب سعادة لا يغلق وأن تفتح لنا أبواب الأرزاق التي كتب عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأن تقسم لنا من راحة البال وشرح الصدر ما تذوق به قلوبنا جمال هدوء الحال وأن تغرق قلوبنا في حلوة الأنس بك والسكينة والطمأنينة في حضرتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا سيدة بعد الفاصل هنستمر معكم بنور للأنوار البدايات الجديدة سعادة وفرح وهنى وأمل وبشر بسنة جديدة مليانة بالنور والبركة ونبتديها بعد الفاصل بسمع أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا وأتلاقوا كتير في الفترة اللي جاي عندنا فعليات كتيرة وأسئلة لحضراتكم وأشياء كتيرة جدا 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 خلينا متواصلين دايما وهي صفحتنا اللي احنا كمان بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها ولكن تعالوا ناخد أول سؤال في حلقتنا النهاردة مع الأستاذة نور ازاي حضرتك يا شيخنا فضل ونعم الحمد لله ربنا دايما يا رب أنا أكلم ويبارك فيك وانا عرضت عليه الكلام اللي انا اتكلمته معاك فهو قال لي هو محتاج يتكلم عن حضرتك بس يحد يفهمه أو ايه شون هو انتوا تقريبا سن واحد أو حاجة بس حصل يعني ايه كده يعني فمحتاجه رقمك بعد إذن حاضر حاضر يخذي رقم من الكنترول وحاضر على رأسي على رأسي يا سيدنا طيب معانا الأستاذ أحمد من الغربية على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته أستاذ أحمد ازايك يا دكتور فضل ونعم الحمد لله والله عايز اسأل حضرتك بس سوفيه سؤالين عايز نسأل حضرك فيهم تفض السؤال الاول لو انا عايز اعمل عمر واحدة للحاج والحاجة متوفيين ينفع او لازم يكون لكل واحد على حدة يعني هم عملوا عمره عن نفسهم هم كانوا عملوا عمره عن نفسهم قبل ما يتوفق خلاص انا اجاوب على حضرتك على حل الاطف كتير ويخليك ان شاء الله تبرهم ان شاء الله وتنتفع ان شاء الله ده السؤال الاول السؤال التاني يا سيدنا والدتاني انا كنت يعني وابني صغير فقلت له لو دخلت كلية طب هبع عجله وافرقه فهو دخل كلية طبه السنة دي طبعا في السنة ثالثة فلسه ما دبعتش عجل لان طبعا في المجدرة ما فيهش دلوقتي يعني هل في المستقبل هتقدر تتبح؟ نعم قلت له هتبح عجل مش كده؟ هل قلت نادرين عليا او كان في نيتك النادر ولا فيه؟ انا قلت هبح واوزعه فكان قصدك ايه؟ كان قصدي ان انا هبح عجله واوزعه خلاص طيب السؤال بتحديك انت هتقدر تتبح ده دلوقتي؟ والله انا حاليا ما اقدرش برضو فمش عارف طب هل في المستقبل احتمال تتبه؟ في المستقبل احتمال او ان شاء الله بإذن الله طيب اذا وصلت للوقت اللي انت ممكن تتبح فيه ان شاء الله يوسع عليك ويبارك لك واذا ما قدرتش تتبح خلاص هتبقى عندنا كفارة يمين هيبقى عندنا كفارة يمين لان خلاص احنا بنخرج من النازل بكفارة اليمين اذا لم نكن نستطيع اما السؤال الاولاني فنصحت لحضرتك النصيحة اللطيفة خالص انت تروح تعمل عمرة عن نفسك وبعد ما تعمل عمرة او قبل ما تعمل عمرة تقول كده اللهم هب مثل سواب عمرتي لابي وامي ان شاء الله بنص العلماء زي ما نص على ذلك الامام القرف وغيره ان شاء الله يصل اليهما اللي اتنين اللهم هب مثل سواب عمرتي لابي وامي ان شاء الله السواب يوصل اليوم ان شاء الله ويبقى انت عملت العمرة ويبقى نيتك وانت بتقول عمرة لبيك اللهم بعمرة عن نفسي مش عن ابي ولا عن امي يبقى انت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمك وعملت العمرة عن نفسك وهبت مثل سوابها لابيك وامك ربنا يجعلك دايما من الابرار يا سيدة حمد استاذ محمد يتفضل انا كنت مبالح كربتك يا سيخ عمر ايوة يا سيدي وقلت لي انت عندك وسواس انا الوقت لما كل زعتين بعمل حمام انا ممكن اعلم القرآن من غير ما اتنجع اتوضع لو انت عايز تقرأ القرآن من غير ما تمثل مصحف اه يجوز ان انت تقرأ القرآن قرأة القرآن لا يحتاج الى وضوء لكن اللي يمث المصحف هو اللي بيحتاج الى وضوء انت الجمهور خلاص لا ما انت عايف انا ما بيش باليagnet تقوم بتخسيذ السنين. أنا عندي 77 ينال حق عامل. انت لسه شباب يا حج محمد. ايه اللي حاجة دي؟ انت قاعد تقول لي نفسك الكلام غريب جداً يا حج محمد. نعم حج محمد. انت بتقول عندك وثواث مبالغ طب. ايه يعني وثواث يعني؟ وثواث معناها ان انت بتبالغ جداً 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 جداً. فيها صعام. فيها حجة. فيها حجة. حجة. طب اأسألك سؤال. انت بتتوضى كم مرة يا حاج محمد؟ مرتين عشان مرة عشان مطمئ الفرد على فرد طيب انت بتتوضى مرة كل فردين حاضر لا بتفضل في الوضوء قد ايه؟ لا ما كملسي وانت عارف كل ساعتين معامل حمام طيب حاضر انا بس كل الحكاية عايزك تهون على نفسك يا حاج محمد لان في الحقيقة الكلام اللي انت تقولي في لاحظة من لاحظات ان انت يعني وده يعني بيني وبينك يعني ده بيخليك خليني بقول لحضراتك هون على نفسك وخليك زي ما قلنا مبارح انت هتتوضى وتجمع ما بين السلطين اذا كنت انت مش قادر تجمع ما بين تجمع ما بين السلطين بوضوء واحد عشان انت عارف الحالة اللي عند حضراتك وان شاء الله ربنا يكتب لك الصحة والعافية حاج محمد مين معنا تاني؟ مستاذ احمد يتفضل ايه ايه موضي انا سامو عليكم وعليكم السلام ورحمة اللي بركاته وحاج محمد ياللي اتفصال عند حضرتك بعد يزنك اتفضل اتفضل يا سيدة بالنسبة للتسبيح حضرتك كان ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو مرة عد على زوجاته احدى زوجاته فكانت جمع شوية حصة بتسبع عليهم راح المسجد ورجع فقال له انت مزيلت على ما سبتك لغاية ما طلعت ورجع فقالت له نعم يا رسول الله فقال له طب والله انا قلت اربع كلمات سبحان الله وبحمد زينة عرشك سبحان الله وبحمد رضى نفسك سبحان الله وبحمد مداد كلماتك سبحان الله وبحمد عدد خلقك في السماء والارض هل معنى كده ان التسبيح بتاعنا اللي هو لو سبحت مئة مرة ده يفوقه؟ اقول لحضرتك اجابة لحضرتك اول حاجة لازم نعرف ان فيه حاجة اسمها تسبيح وفيه جوامع التسبيح من جوامع التسبيح هو ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم له يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يبين جلال هذه الكلمات فبيقول سبحان الله زينة عرشي ومدادة كلماتي هو يريد صلى الله عليه وسلم يبين اني اياكم تكون اعتقدكم في العدد خلوا اعتقدكم في المدد في مدد ربنا في عطاء ربنا سبحانه وتعالى هذه الكلمات يمكن ان تكون اجل من الارقام اللي هي المئة والالف نعم ولكن ليس معنا كده ان احنا ما نسبحش بالمئة وبالالف ليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد اكثر من سبعين مرة وفي روايات اكثر من مئة مرة من الاستغفار يبقى رسول الله اللي قال الكلام ده هو نفسه كان يكسر من الايه من الزكر ازاي بقى نجمع مابلل اتنين ان حضرة النبي اراد فقط انه يبين جلال مقام هذه الكلمات وليس انه يقول تمسكوا بهذه الكلمات ولا تكسروا من التسبيح بالعكس ده الاكثر من التسبيح والاكثر من الزكر هو التطبيق العملي لقوله تعالى واذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة يبقى ايزا يبقى ايزا لابد من الجمع من بين الاتنين انت يبقى نجمع من بين الاتنين اذا دق عليك الوقت ومش قادر تسبح كل الوقت هذا التسبيح العظيم قلبك ما يوجعكش سبح بهذه الكلمات الله سبحانه وتعالى يعطيك الاجر العظيم ويحصل لك ان شاء الله السواب الكبير ان شاء الله يبقى جدا جماعة نام بالاتنين استاذ انور يتفضل سامو عليكم واضط الشيخ اه وعليكم ساموة لو كنت تفضل يا سيدوه لانا كنت متجوز وكانوا حرامونا من ابن خمس سنين ان ما شوفوش ولما شوفته كانوا حاولوا يرجعوا الموضوح تاني بعد ست سنين كان ايه كانوا حاولوا يرجعوا من طريقة ترجعلي اه طب وبعدين حقا كويس يعني اه فحضرتك كانوا اخد كنت وقت حكم على اخواتك كل واحد بالسنة وبالفين جنيه غرامة فقالوا لتتازل على القضية وترجع مراتك عشان ابنك فقلتولهم حاضر فلما تتزلت عن القضية لقيتها بتطلب طلبات مني بتقول لنا عاوزة شاشة LG اه اثنين وثلاثين بوصة اه ديبلي وقتلحى ماشي حاضر رجوع وتاني قالك ايما بمثين و بمثين الف حاج انور حاج انور حاج انور يكرمك ربنا عشان في بعض التفاصيل دي ما بينكم وبين بعض ماشي قل لي السؤال بقى قل لي السؤال دلوقتي هما طلبين طلبات تاني انا مش مقدرتش فانت دلوقتي هي السيتي اللي وقت لما طلقتها طلقتها بورق اسمعني اسمعني كريمك ربنا حاج انور يبقى انت لما طلقتها اديتها حقوقها وهي بقت طلق طلق بائن فانتوا عشان ترجعوا لبعض لازم ترجعوا لبعض بهقد ومهر جداد صح كده ايو ايو فهي دلوقتي كأنك بتتجوزها من جديد ايو نصحت لحضرتك ان انت ببساطة خالص ان انت تحس بان انت تبتدي حياة جديدة معاها ما تحسبهاش بالورق او القلم اسبر بس اسبر بس حاجة انا نسمعك انا نسمعك عاوزي الوصل مني بخمسين الف جنيه يعني انت لو سمعتين هيجرى حاجة لا لا طب قول اللي انت عايزه حاجة بس عشان خاطر عشان خاطر نخلي بالك بس ما تقولش اسرار تفضل طب مني الشقة اكتب لها باسمها واصلها قبلها بخمسين الف جنيه طيب وبعدين فانت دلوقتي المشكلة دلوقتي ان المطالب اللي هم طالبينها مش في مقدرتك اه طيب اتفوض معهم على المطالب دي بس انت دا لو كنت استنيت علي يا سنة كنت انا اكلمك واكلمهم فانا كنت اكلمك انت اقولك حيش يا سيدي ان انت بتبتدي جواز من جديد ويمكن ده يخليك تتمسك بالجواز شوية متخلوش في المهر عشان اولاد عشان الاولاد وعشان العيلة يعني انت ما تعتبرش ان الجواز الجديد ده جواز بقى بيكمل الجواز اللي فات وتسترخص في الجواز زي ما هم فاهمين كده هم فاهمين ان انت عايز تجوز الجوازة رخيصة يعني ايه ما تدفعش ولا مالين فيها فانت حسسهم بالقيمة وقلهم وكلمهم كده بوط وبرحمة كده وقلهم انا قدمت السبت وان انا كنت يعني رغبتي ان انا اصلح البيت ولابد ان يكون الكلام ده وتمبين ان انا قديه عندي رغبة ان انا اجمع البيت والاسرة والاولاد فيعني يعني مع بعض كده عشان نقدر نتجوز ده الكلام ليك والكلام ليها ما ينفعش ان هي تحس ان احنا ما استفدناش من اللي فات وفي نفس الوقت ما ينفعش ايه ان انت ان هي يغالف المهور بما لا تستطيع يبقى واحدة واحدة نسدد ونقارب ونتقل الله سبحانه وتعالى ببعض عشان الامور تمشي وربنا سبحانه وتعالى بتسألوني ايه الاقرب الى قلبي طبعا ان الاولاد تربوا مع ابوه ومه وده الاولى وده الاحسن بس في نفس الوقت لازم احنا نعبر على ان احنا استفدنا من الدرس الماضي وكمان نعمل ما به وطيب الخاطر فتعال نسدد ونقارب زي ما قلت لحضراتكم كده نعم استاذ سامي من الشرقية يتفضل وعليكم السلام ورحمة اتلاكاته سالسان حجينا في عثم ساعة حج جمعيات طي الوقت احنا في طواب اللي فاضة ساعينا حول الكعبة ساعة بس ما طفناش بين الساعة والمروة خالص لا اول ما وصلنا طوفنا وعملنا عمرة بس الطواب اللي فاضة نفسه اللي هو بقى الفسناء الحج عملنا الساعة حول الكعبة بس بس ما طفناش بين الساعة والمروة تعال بس نقول انت دلوقتي خلينا بس احنا دلوقتي لازم نفسل ما بين حاجتين يا حاج حاج ساعة احنا دلوقتي الركن اللي عندنا في الحج هو الطواف طواف الافاضة اسمه طواف الافاضة وانت عملت عمرة والعمرة من اركانها الطواف والساعة فانت دلوقتي بتقول لي احنا دلوقتي وكأنك انت فاهم ان كل طواف لازم يكون وراها ساعة انت عملت طواف الافاضة الإفاضة إذا عملت طواف الإفاضة فأنت عملت شيء صحيح نعم مين معنا؟ مين؟ السيدة أم أحمد السيدة أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزداري حضرتك إحنا بنحبك في الله والله أنا وجوز بنستمر برنامج والله يبارك لك الله يعز حضرتك حاجة أم أحمد وأنا بحب حضرتكم وحب الحاجة أم أحمد ربنا يجمع لهم من بين تمام الأجر والعافية ويوسع عليكم ويرضيكم وشرح صدركم أتفضلي يا سيد تسألين إحنا حطين جزء شغير عن معاشة أنا وجوزي في البنك يعني وبيجينا منه أرباح كل شاء فأنت ربطينه شهادات يعني فأولاد على قد حلهم فمن راضيهم بحاجة شغيرة يعني منهم وبنوزع العشرة في المية طيب كويس يعني أنت دلوقتي ببساطة خالص اسمعيني طيب يا حاج أنت دلوقتي اللي حاصل ببساطة خالص بيجيلك الفلوس وده محتاجة تركيز عشان أنت قلت كلام مهم فأنت دلوقتي قلت أن الفلوس اللي جات لكم في المعاش بتحطوها ربطنا في شهادة صح كده؟ عشان ربطنا في شهادة وهي بتجيب لكم ريع كل شهر صح كده؟ كل شهر بتروح أنتم بطلعين عشرة في المية من الريع ده زكاة كل شهر بيطلع لله بيطلعي من الله عشرة في المية من الرعا صح؟ بس بنيه دي منهم بالأولاد جزء صغير خالص بسيط يعني ما يذكر استني بس استني بس يا حاج بتطلعي العشرة في المية بتطلعيها لله صح؟ آه آه وبعدين بتطلعي غير العشرة في المية حاجة كده يصغير للأولاد صح؟ آه آه أنت زي الفل اللي أنت بتعمليه ده وقت إن شاء الله الأولاني ده هو الزكاة آه والتاني ده ده صدقة ربنا يباركلك فيه وإن شاء الله يوسع عليك وعلى أولادك إن شاء الله الله يباركك الله يباركك مادم بتطلعي العشرة في المية كلها لله وشوية كمان بتدي لأولادك مش من العشرة في المية صح كده؟ آه شكرا ربنا يباركلك فيه ربنا يباركلي ويوسع عليك وعلى الحج أبو أحمد وإن شاء الله يجعلكم في صحة وفي عفية دايماً يا رب أستاذ سامي؟ اتفضل أستاذ سامي يقولت أنا فاني لما عملت عام رابي الحج وعمرتين بعد الحج بس الطواف الإفاضة بتاع الحج سعين حول كعبة سبع طواف يا حاج أنت دلوقتي عليك طواف اسمه طواف الإفاضة فأنت عملته وده هو اسمه طواف الركن فإيه المسألة أنت كل حكاة بس حاج سامي بس بعد إذن حضايا أنت حضايا بتقولي أنت عملت الكلام ده في 2017 وحضايا سألت الكلام ده تيجي 15 مرة حصل ليه بقى يا حاج سامي أنا عايز أقولك حاجة ممكن بعد إذن حضايا بعد ما أنا جاوبتك ما تسألش حد تاني عشان ترتاح اسمعني بس يا حاج سامي والله أنا حبيبك والله أنا عايزك ترتاح أنت فكر دلوقتي في إزاي الحج ده يملى قلبك نور ده اللي تفكر فيه عشان خاطري ما تعدش إن انت فكرة إن انت تدور دايما على الحاجات وتتأكد تتأكد 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 ده عايخليك ما تشعرش بالنعمة اللي ربنا أنا عم بيها عليك فهدي بالك والحمد لله وربنا يكرمك ويبارك لك خلاص حاج سامي ماشي أفضل وهفضل أسمعك على طول بس ما تسألش في السؤال ده تاني ماشي؟ اتفقنا؟ لا مثلا في الحج صحيح إن شاء الله إن شاء الله حاج سامي نعم السيدة أمو أحمد تاني سلام عليكم عليكم سبعا كاتب سيدة أمو أحمد خبير فضل أنا حاجة بس يا شيف تتفضلي أنا أرغبني متجوز عرفي يعني أعرفي متجوز علي يعني أعرفي متجوز علي مش عارفة هو كاتب ورقة كده عند محامي لا لا كاتب يعني كاتب ورقة عند محامي أنا ما عرفش أصلا ما حدش يقولي بصوا أي حد يسألني يقولي يحد تجوز جواز عرفي أنا ما بعرفش الأسماء دي أنا أعرف الجواز اللي هو إيه الجواز وأنا ما قلتش أن الجواز اللي بيجوزوا الناس بورق ده حرام ولا بقولي أنه أنا بأخد لما حد يسألني هسألوا يعني إيه الجوز محدش يقولي بقى جواز عرف هو بيقولي أنا متجوز عرفي أنا ما عرفش الأسماء يعني إيه وعلى فكرة مش ده سؤالنا فين سؤالك يا حاجة محمد فين سؤالك بقى يعني شونكويت بس عزيزي على حضرك بس السؤال دو يعني الجواز دو يعني حرام يعني إيه الجوز عرفي بقى ما هو ده اللي أنا بقولك ما هو ده اللي أنا بقولكم عليه بقول لحضرك يا محمد أنت عايزة تقوليلي دلوقتي جوز الجوز فعايزة تقوليلي الراجل ده قعد في الحرام ولا في الحلال أول حاجة هو الجوز يعني إيه الجوز تقوليلي الجوز يعني إيه وأنا أقولك إذا كان الكلام ده حلال ولا حرام يعني إيه الجوز ولا أنت مش عارفة أصلا أنا بقول لحضركتك طوى أنا عرفت أنه مجوز عرفي مش رسمي. طب يعني ايه جواز عرفي؟ يعني ايه مكتبش عند مأزون. طبعا لو سألني انا ما كتبتش عند مأزون هسأله ايه تفاصيل الجواز اللي جوزته. لان ممكن يكون الجواز اللي جوزه ده محتاج فقط يروح يتوسق عند مأزون. فأنا معرفش. لا هو هو شهره. هو شهر الجواز بس انا ما كنتش عارف. انا اللي كنتش عارف. يا حجة محمد بس بالله عليك. هو انا عارف دلوقتي ان المشكلة عند الستات ان الجوز في بعض الستات مش كل الستات يا ممح. ان الستة تقول لك جوزي انا اسف انا اسف اللي بقوله. يرافق اه. يقول لك فيه مثل سخيف لازم يتشل من حياتنا. السخيف. مثل يقول لك ايه. مليون انا اسف. انا اسف. مليون رفيقة ولا لزيقة. ما بحبش انا بكلام ده. كله اذا بكنش في شرع ربنا يبقى حرام. عشان اسأل بقى. عشان اجاوبك على ده. لازم اعرف تفاصيل. طيب. الشرع ربنا ده المفهود اللي هو عند مأزون. شرع ربنا ان هو عند مأزون. بمعنى ان لو واحد ما كانش عمل كل اركان الجواز. بس ما توسقش بروح اقول له. روح وسقه عند مأزون. اوعي تأملي كده معي. اوعي تخليني اقول على حاجة حرام ما عرفش تفاصيلها. ولو حد قالك ان ده حلال ولا حرام من غير ما يعرف تفاصيل ده راجل ضلالي. طيب هو دلوقتي. انا عارف دلوقتي ان انت مكوية. اه. مش لازم يا انا عشان تبقى. الراجل. 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 انت بتجاوزة بقالك كم سنة يا محمد. انا بقالي سبعتاشر سنة. بقالك سبعتاشر سنة. انا عشان الراجل عمل حاجة. تخليه عايزة. عايزة توقعي في الزينة. مش نعرف الاول تفاصيل. قصة الجواز دي داينتني. داينني الناس كتيرة. ماشي عامل معانا مشاكل. كل شوية يضرب الاولاد ومبهدين ما خلص فقال بالبيت. نتكلم بقى. بسبب الجوازة دي. انا بقى اتكلم انا في الكلام ده. لكن تيجي تخلييني اقفتي في شيء. ما عرفش تفاصيل ومش عمل كيف. كل شوية يحلط حلفانات. الله. ما بينفزهاش. ما بينفز. طيب. ايه الحل معي. انا انا انا. هقولك الحل معي. عايش معي. طيب. وانا يعني اخلاص. مش عارس. مش قادر يعيش معي. انا عرفت الحكاية دي من امتى. انا عرفت الحكاية دي دي بقى لي سبع شهور. سبع شهور. اه. سبع شهور بحارب معي عشان نخلص من الموضوع دوت وعشان نعيش كويسين عشان خطر ولادنا. مفيش. مش راضي يستجيب نهائي. طيب. بص يا حاجة مع. لو عايزة حل حل وقائي يعني. تعالوا انتو الاتنين وتعالوا نتكلم مع بعض في مركز الإرشاد الزواجي. لو عايزة حل وقائي يعني. لكن لو عايزة حل تفطفضي فيه وتبيني وجعك فيه انا ممكن اقولك ان انت تعودي معاه وتكلمي ومعرفش ايه. بس واضح ان انتو الكلام بينكم وصل الى مستوى مش هينفع تتكلمه مع بعض. اللي انا شايفه دلوقتي. اللي انا حسيته وفهمته من اللي حاصل دلوقتي. ان انتو مفيش لغة حوار بينكم دلوقتي. ولا في كلام ممكن نوصل به الى النتيجة. فالكلام الصحيح. هنا وقت الخبراء بقى. تجوننا على مركز الإرشاد الزواجي. نعود ونتكلم مع بعض. ونشوف ازاي الامر ده يتحلوا ازاي الامر ده يتعالج. هو ده الحل الوحيد. اللي انا شايفه. ينفع في الظرف اللي احنا فيه ده. اذا يا سادة. لازم نفهم. انا بقول للناس. خلوا بالكم. لما حد يجي يسألكم عن حد تاني. في فتوى. محدش ايه. محدش افتيه. غير لما يسمع من صاحب نسأله. واتقوا الله سبحانه وتعالى. لان في الحقيقة في مشاكل كتير بتحصل. من ان الانسان. لا يتثبت عند فتوى. يا سادة احنا كان عندنا عام. اكلمنا عن عام جديد. وزي ان رب اولادنا على الفرحة. وزي ان رب اولادنا. على ان هم. يستثمروا. ويختنموا. نعمة البدايات. يا رب. جعلنا دايما. من اهل استثمار النعم. يا رب. وجعلنا يا رب. في فضلك. وفي بركتك. وتعالوا ندع ربنا سبحانه وتعالى. في بداية هذا العام الجديد. فنقول. اللهم اجعل عامنا الجديد. ان وراء. الاعوام في حياتنا. وان يكون. باب سعادة لا يغلق. وان تفتح لنا ابواب الارزاق. التي كتب عليها ما لا عين رأت. ولا اذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. وان تقسم لنا من راحة البال. وشرح الصدر. ما نذوق به جمال الهدوء. وراحة البال. وان تغرق قلوبنا. في حلاوة الانس بك. والسكينة. والطمأنينة. في حضرتك. يا كريم. يا ودود. يا رب العالمين.